بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأحباء أهلا بحركة وفيديو جديد على الرغم اللي احنا بنمر بأزمة اقتصادية كبيرة الأزمة الاقتصادية دي ألقت بظلالها على الجميع يعني الكل بيعاني منها سواء على مستوى الدولة أو مستوى الأفراد وإن شاء الله بإذن الله تنتهي قريبا إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى لأن كل أول له آخر فطبيعي أن أي أزمة هيكون لها آخر والعالم مش أول مرة يمر بهذا النوع من الأزمات ولكن مر بأزمات اقتصادية كتير جدا ويعني بعضها كان أعنف من الأزمة اللي احنا بابدين فيها ولكن إن شاء الله بإذن الله ندعو الله عز وجل إن الأزمة دي تمر على خير بإذن الله تعالى زي ما حرقه طبعا الأزمة دي مأثرة على المواطنين بشكل كبير جدا أسعار غالية يعني القوى الشرائية عند الناس قالت فبقى كل واحد بيحاور أنه هو يحجم نفسه في أدياء الإطارات يعني أنه ما يشتريش حاجات مثلا إلا في حدود الأشياء اللازمة والأشياء المهمة جانب الترفيه يعتبر قل عند عدد كبير جدا من المواطنين ولكن يبدو أن الأزمة دي لم تلقي بضلالها على البعض يعني في بعض الناس كده مصرين يعملوا تصرفات يستفزوا بها الناس يعني فيه ناس كده أو أشخاص بيعملوا تصرفات بيستفزوا بها الناس ولو حتى بشكل غير مباشر يعني بعض التصرفات اللي بيعملوها بتستفز الناس ولكن بشكل غير مباشر حضراتكو شايفين الصور اللي أنا بعرضها الوقت جنبي طبعا لأول وهلة هيبقى باين لحضراتكو أن ده يعني صور من حفل زفاف أو خطوبة أو حاجة زي كده يعني فيه مناسبة اتنين بيحتفلوا أنه هم ارتبطوا ببعض يعني بشكل رسمي ليه؟ لأن المفروض الشاب اللي ظاهر فيه الصور ده لابس يعني لبس كده يدل على أنه لبس الفرح يعني أو زفاف وفي نفس الوقت الفتاة اللي موجودة برضوك لابسة فستان فرح والكلام ده كله ولكن طبعا يعني لو خرقكم لحظين أن فيه حاجة غريبة في الصور اللي أنا بعرضها يعني رغم أن دي مظاهر احتفال بزفاف كده أو بخطوبة زي ما أنا قلت مناسبة يعني كده الارتباط ما بين شاب وفتاة يعني ولكن فيه حاجة غريبة في الصور ده إن العروسة أو الفتاة اللي موجودة واضح أن هي حامل يعني مش يعني الصورة نفسها يعني ده مش انتفاخ ده حامل أكيد يعني اللي هو ظاهر في الصور دي فطبعا الموضوع ده أو الصور دي طبعا يعني أثرت استغراب واستعجاب الكل وأنا واحد من ضمن الناس اللي استغرابت إيه ده يعني أول مرة نشوف حاجة زي كده يعني اتنين بيتجوزوا وهي حامل الكلام ده احنا بنشوفه بره لكن عندنا في مجتمع هنا ده طبعا ده مستحيل بكل ما تحمل الكلمة بمعناء ولكن طبعا إذا عرف السبب بطر العجل إذا عرف السبب عشان كده بدأت الكلام بالأسبة الاقتصادية اللي الناس كلها مطحونة فيها يعني قلت إن في بعض الأشخاص ما لهمش علاقة بالأزمة دي وما لهمش علاقة بالأزمة مش معنى إنهم بيأكلوا كويس أو بيلبسوا كويس يعني فيه احتياجات ممكن الإنسان يحاول إنه هو يفضل راقي فيها أو يفضل إنه هو يعني يحصل على الأفضل فيها وده من حقه ولكن عدم لمس الأزمة للنوعيات اللي أنا بعرضها دي إنه هما بيعملوا حاجات عبيطة وهبلة يعني حاجات عبط وهبل بيصرفوا فيه فلوس أو يعني بشكل فيه نوع من البذغ الشديد زي موطن حرقوا إن الصور اللي موجودة طبعا تبال أقول وهلا إن هي صورة زفاف أو فرح ولكن طبعا بعد يعني بالبحث والتحري كده يعني إن صح التعبير اتعرف إن الصور دي لتنين متجوزين فعلا بدليل العروسة حامل يعني أو الظهرة في الصور حامل اتنين متجوزين فعلا وإن الحفلة دي يا جماعة الحفلة دي خدوا بالكو بقى من اللي جاي ده خدوا بالكو من اللي جاي ها أزمة اقتصادية أزمة اقتصادية اللي جاي خدوا بالكو بقى من اللي جاي ده الحفلة دي مش معمولة عشان خاطر أي حاجة يعني ما فيش أي مناسبة تدعو لإقامة هذا الحفلة وهم اللي تنين يلبسوا لبس زي ما كون لسه بيتجوزوا ولكن الحفلة دي حفلة لتحديد جنس الجنين أو الجنس المولود يعني جنس الجنين طبعا إن صح التعبير يعني يعني الحفلة دي معمولة عشان احتفالا بتحديد جنس الجنين اللي موجود داخل رحم هذه المرأة وهذه الفتاة وهذه السيدة تخيلوا تخيلوا يعني يعني فعلا شيء والله فعلا شيء مستفز إلى أقصى درجة شيء اتنين بيعملوا هذا الحفلة الرهيبة دي والناس والمعزيم والحديقة اللي موجودين فيها والمصاريف دي كلها بقى الله أعلم ومصرف وإينا معديش خلفية واللبس والفستان والبدلة والهايلماندا كله عشان يحتفلوا بتحديد جنس الجنين بتاعهم يعني اللي الناس بتروح عند الدكتور في ثلاث ثواني بيعرفوا وبيرواحوا عاني جدا بشكل مشكلة وهم مروحين بقى مثلا يجيبوا ربع جبنة رومي وكم كبات زبالة عشان يتعشوا وخلاص وخلاص دول عاملين الحفلة دي كلها عشان خاطر عشان خاطر يعني يعرفوا أو يحددوا جنس الجنين اللي المفروض السيدة الفاضلة دي حامل فيه الكلام ده يا جماعة فيه المنصورة الاخ ده اسم مجدي وزوجته اسمها ايا الكلام ده فيه ملينة المنصورة محافظة الدقاهرية فطبعا يعني فعلا شيء عجيب وشيء غريب والتصرفات دي طبعا كل إنسان ممكن دعم عن يتقلي انه كل إنسان حر انه هو يعمل له وعاوزه طبعا مفيش شك انه كل إنسان حر ولكن انت حر ما لم تضر طبعا ممكن حد يجي يقول لي طب هما ضروا ايه يعني ضروا ايه في كده لا ضروا ضرر ولو حتى معنوي مفيش ضرر مادي واقع على اي حد يعني ولكن الضرر ضرر معنوي ان في ظل الظروف الصعبة اللي احنا موجودين فيها واحتياج الناس يعني للقرش زي بيتقال يعني والغلاء وحالة الاسبة لاتصالية الطاحنة اللي الكل بيمر بيها واللي الناس يعني مش عارفة تضبر حالها فيها بأي شكل يعني او العملية ماشية يعني بفضل الله تعالى اولا واخيرا فنبص نلاقي فيه ناس بتنفق بمزخ في امور ملهاش اي علاقة لا بمنطق ولا بعقل ولا لها اي ضرورة ولا لها اي اهمية الا انه هو واحد معاه فلوس شوية فلوس زيادة ومش عارف يوديها فين وهنا من هنا جاء بقى المقولة الشهيرة او المثل الشهير بتاعنا اللي معاه ارشه محياره يجيب حمام ويطياره يعني واحد معاه فلوس زيادة وهو مش عارفة يالبها ايه فهو مش عارفة ومطياره زي ما يكون طيارة ده يعني القاء كده الفلوس كده او اللي خليها تذهب هباء يعني طبعا ممكن حد تاني يفهم من الكلام ده ان فلوس الراجل ده سهلة وطبعا لان ما فيش انسان بيتعب في القرش يعني الكلام المعروف لنا جميعا ان اي انسان بيتعب في الدخل بتاعه اكيد هيخفز عليه بشكل جد الكبير جداد اوه هيحدد له مصارف اهمة في حياته يعني هيحدد له مصارف مهمة وي expectations وايه الحاجة الاهم بقى الحاجة الاهم وزي ما انا قلت كل انسان حر يعمل له ويعودوا عن كل انسان كل انسان هيسأل عن كل حاجة ربنا اعتهله هيسأل عن صحته هيسأل عن عمره هيسأل عن ماله هيسأل عن عمله كل حاجة من دول أنت كسبتها إزاي وعملت بها إيه كيف كسبت المال وكيف أنفقته كيف كسبت العلم أو حصلت على العلم وكيف استفدت به أو أفدت الناس به أو لم تفد الناس به وكذا كل شيء الإنسان يعني حصر عليه في حياته هيسأل عنه أمام الله عز وجل في يوم القيامة أو يوم الحشر العظيم ده شيء معروف لنا جميعا ولكن زي ما أنا قلت إحنا متفقين أنه كل إنسان حر لأنه كل إنسان هيشيل شلته بعد كده أنا بتكلم عن مشهد ده بتكلم عن مشهد ده واخده ما تخلي مشهد أوسع أو أكبر أنه فيه ناس كتير ممكن يكونوا زي الأخ ده وبيعملوا كده وألعم من كده كمان ولكن أليس من الأفضل؟ أليس من الأفضل يعني ودي كلمة أنا مبفردهاش أو بفردش رأي على حد ولكن أنا بعرض وجهة نظري والأجر والثاب عند الله سبحانه وتعالى إن لأنا لو معايا فلوس زيادة لو معايا قرش زيادة يعني أو زائد عن حاجتي وإبداعا ما أحطه في بنك أو أدخل الزمن أنا برمي على الأرض المشهد اللي حراككم شفتوه ده أو الصور اللي حراككم شفتوها دي ده غدا إلقاء للمال على الأرض لأنه بيعملوا حاجة مالهاش أي قيمة مالهاش أي معنى مالهاش أي وزن مالهاش أدنى علاقنا بعقله ولا بمنطق زيادة ما أنا قلت حاجة يعني مجرد كده لعب ولعب وضحك وهزلي يعني بحاجة مالهاش أي علاقة بأي شيء فألم يكن من الأفضل ألم يكن من الأفضل يعني ودي برضو زيادة وجهة نظري ألا أفرض على الأحد كل إنسان حر لأنه كل إنسان هيسأل عن الحاجة اللي ربنا رزقوا بيها المال ده هو يسأل عنه وعلى إنفاقه المال بهذا السفح هو يسأل عنه ولكن مش كان من الأفضل اللي إحنا نوجه المال ده طلبة إن ربنا هيرزقكوا بمولود جديد إن أنتوا يعني تتصدقوا بالمال ده عشان خاطر يعني يبقى شيء طيب لهذا المولود أو حتى المولود يجي الدنيا وفيه صدقة مثلا يعني موجودة أنتوا أنفقتوا المال ده على المحتاجين وعلى المساكين وعلى الفقراء وعلى الكلام ده كله فيبقى ده بركة للمولود ده لما يجي الدنيا كده يبقى جاي الدنيا وفيه عمل طيب يتعمل باسمه يعني أنا شاء يعني وجهة نظر يوجهة نظر متوضعة قد كده قد كده كمان يعني مش قد كده قد كده كمان مش كان من الأولى وكان من الأفضل وبرضوك حضراتكم نتناقش مع بعض في الموضوع ده إن أنا بدل من أنفق المال في العبط ده في الهابل ده الشيء اللي مالوش معنى ده الشيء مالوش معنى ناس عبدالي الحفلة عشان يحددوا جنس المولود شيء مالوش معنى مجرد فلوس زيادة بينفقوها ولبسه وزينة وتعاليق وأكله وشربه وحفلة وقعدة وكلام ده كله عملوا فرح تاني يعني مش كان من الأولى وكان من الأفضل اللي احنا ننفق هذا المال في سبيل الله في سبيل الله بمعنى لحنا نديه للفقراء والمحتاجين والمساكين والأيتام كله ما أكثرهم ده فيه ناس في عرض جنيه فيه ناس في عرض جنيه مش كان من الأفضل لو أنا الفلوس دي ما أنا كده كده أنت أهضرت الفلوس دي أنت أهضرته ورامتها على الأرض كده طيب مش كان الأفضل لو كان إنسان يعني بيفكر تفكير سليم وتفكير سليم أنا معاي الشيبانة مصرفهم في الهابل ده أروح أديهم لحد محتاج أو أديهم لهم مؤسسة مثلا بتتبنى مثلا الأيتام أو الحاجات دي كلها أو الفقراء أي مكان مصرف مصرف الزكاة ومصرف يعني الخير كتير ملهاش أول ولا آخر يعني لو كان في عقل يعني مش أنا كنت وكده وكان ده هيبقى يعني شيء طيب للمولود اللي جاي حتى يبقى هو بدأ حياته وبإن فيه خيرة عمل باسمه فللأسف الشديد يعني النوعيات اللي ما دي يعني أنا مش عايز أطلق عليهم صفهاء لأن يعني في القرآن الكريم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنكك ولا تبسطها كل البسط فتقع بالوما محصورة يعني فيعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده يعني ما لا تجعل يدك مغلولة إلى عنكك يعني تبقاش بخيل وقافل على نفسك ولا تبسطها كل البسط يعني أنت ما تعزقش بلا يعني هدف بدون وعيه بدون عقله بالطريقة دي فتقع الملوم المحصورة في الحالتين أنت هتلوم نفسك وهتتحصر على الفلوس يعني اللي بيزدنقها على نفسه وما بيتمتعش بالدنيا وبالخير اللي ربنا بعتقوله واللي بيهدر الخير كده بشكل فيه نوع من الرعونة ونوع من عدم المسئولية بالطريقة دي فهي يعني أدي لموزج من ضمن النمازج الجماعة وما أكثرهم يعني يمكن الأخ ده هذا الشاب ده لموزج من النمازج اللي موجودة في مجتمعنا أنهم عندهم سفة ربنا اداله شوية فبدل ما ينفق في سبيل الله الله أعلم برضك وبيعمل إيه أنا مش عاوز لنا أكون متجني على حد ولكن أنا بأتكلم على المشهد اللي احنا شفناه ده أنا بقول وجهة نظري أن بدل ما الإنسان ينفق في العبط والهبل ده اللي هي الكلام الفارغ ده يعني أنا لو كان معي الإرشين دول لا أنا أخذهم كده أوديهم لحد محتاج أوديهم للفؤوات زحهم على الفقراء أوديهم لمؤسسات خيرية معروف معروف عنها أن هي بتساعد المحتاجين والفقراء واليتمة والكلام ده كله أنا عملت أولا كسبت رضا ربنا وكسبت دعوات الناس والمولود اللي جاي هيبقى فيه خير موجود فيه الدنيا يتعمل باسمه قبل ما يوصل أو قبل ما ييجي فطبعا دي بيكون يعني خير موجود باسمه في الدنيا فربنا يجعله من المساعدين والمبختين يعني دي كانت وجهة نظري في الموضوع أنا محبتش اللي أنا أتكلم في القصة بقدر ما أنا حابب اللي أنا أتكلم فيه أن أي شخص يا جماعة معاه ما يفيد عن حكته ما يفيد ومش عارف يعني بإيه يعني لو فيه إنسان عنده فائد يعني من الأموال أو من الخير يعني يدين الفقراء والناس اللي بحتاجين دول يعني لأن ده حق الفقير علينا ده حق الفقير وحق المسكين وحق الشخص اللي هو محتاج المساعدة وحق اليتيم علينا لما يكون فيه إنسان عنده فائد عن احتياجاته ما بقولش إنسان يقططع من قوطة يوم عشان حد يعني معلش يعني الكلمة الشهيرة اللي يعوزه ببيت يحرم على الجامع والجامع هنا مش هو مسجد مش هو المسجد على الفكرة بس عشان المقولة دي بنا ما احنا تكلمنا فيها الجامع هنا مش هو مسجد أو مش المسجد أو بيت الله لا الجامع ده هو جامع الضرائب يعني اللي كان أيام فيه العصر العثماني والكلام ده كله كان بيبقى فيه واحد كده جاي عشان يجمع الضرائب من البيوت أو من الناس فكانوا يقولوا اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع اللي هو بيجمع الضرائب أو بيجمع الرسوم أو العطاية من الناس يعني والكلام ده كله مش المسجد يعني ولكن هو الناس فهمان هو المسجد ولكن هو مش المسجد خالص طبعا لإن بيت الله أولى من أي حد يعني ولكن أنا بتكلم عن إن الإنسان لو فيه حاجة فائدة عن حاجته هم مش عارفين بها إيه بدل ما ينفقها في الهلس والكلام الفارغ زي ما احنا شفنا كده يعني يعني يتصدق بيها يبتغي بيها موضات ربنا سبحانه وتعالى والفقراء والمحتاجين والمساكين والأيتام دول موجودين ومنتشرين بشكل كبير ليدا وزي ما قلت حتى فيه أسر فقيرة أسر من الشرط يكون فيه أيتام ولكن أسر فقيرة يعني ممكن يبقى الأب والأم والأبناء ولكن هم فقراء يعني يعني في عرض الجنازة يعني بيتقال فهما دول أولى بالمساعدة بناء منفق الكلام حتى الواحد يبقى نفسيته كده وضميره مستريح وسعيد نتقرب إلى ربنا وإن فيه ناس حتى موجودة وبتدعيله بيئة الخير عشان هو فرج عليهم قربة من قرب الدنيا وربنا سبحانه وتعالى يعني يفرج عن الإنسان قرب الآخرة ما نفرج عن مؤمنين قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيام أتمنى كل رسالة وصلت وأتمنى يعني إن أي حد برضو كأنا حبيت عن الفيديو ده عشان أوصل الرسالة دي إن أي حد يكون عنده يعني فائد عن احتياجه زي ما أنا قلت عشان بس سمعتش الكلام عشان ما صدعكوش أكتر من كده إن أي حد يكون عنده فائد عن احتياجه يعني فيه مصارف كتيرة جدا للإنفاق والناس الغرابة يعني مش لقين لا يحصلوا أو مش لقين قوطة يومهم يعني دول هم أولى بالمال الزائد اللي إحنا مش محتاجينه ومش عارفين نودي فين فهم أولى بهم هشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد دمتم في رعاة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته